في أخبار الأحزاب انتهى اجتماع مجلس شورى حركة النهضة في دورته الخامسة والعشرين بإصدار بيان ورد فيه بالخصوص تقدير المجلس أن الانتخابات الرئاسية تحتاج إلى فتح حوار واسع وعميق حولها بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين البيان مضى في التأكيد على ضرورة الإصراع بتحديد تاريخ نهائي لهذه الانتخابات خلص اجتماع مجلس شورى حركة النهضة في يومه الثاني والاخير إلى إصدار بيان جاء فيه أنه بعد تدارس الأوضاع العامة في البلاد تقدر الحركة أن الانتخابات الرئاسية تحتاج إلى فتح حوار واسع وعميق حولها بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بهدف الوصول إلى أوسع توافق ممكن حول شخصية وطنية تواصل العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة وترسيخ البناء الديمقراطي ودع المجلس الوطني التأسيسي إلى الإصراع بتحديد التاريخ النهائي للانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت معتبرا ذلك مكسبا وطنيا جديدا تحقق بفضل تمسك الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بالحوار كآلية لمعالجة كل القضايا وتحديات المرحلة الانتقالية تابع البيان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والخمسي لتأسيس الجيش الوطني تثمين دور المؤسسة العسكرية في الانتصار للثورة وحماية المسار الانتقالية الديمقراطي والتصدي للإرهاب جنبا إلى جنب مع قوة الأمن الوطني بمختلف أسلاكه وعد اجتماع مجلس شورى الحركة بالمهم حسب رئيسه لتطقيق الاستراتيجية الانتخابية للحركة والنظر في الشأنين الداخلي والهيكلية خاصة مع شغور منصب الأمانة العامة للحزب بعد استقالة الأمين العام حمادي جبالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة